السلام عليكم حبيباتي الغاليات متتبعاتي الوفيات في فيديو جديد في وصفة جديدة كراكو دايرين مزيانين نتمنكم كاملين تكونوا باخر وعلى خير ان شاء الله في هذا الفيديو أريد أن تجاركم هذا الكيكا اللي كجي مهوية وخفيفة والديدة بزاف بطبقة من الفوق لكجيها غانية اكتر مكونات ان شاء الله تكون مسيطة لكم انا غادي نديرها في حجم عائلي وانتو ما ينبغي تديروها في الحجم العادي غادي تقسموا المقادر لاثنان وغادي نكسبهم لكم اكيد في صندوق الوصف فاقبل ما نبديو الفيديو خليولي واحد جيم وكملوا الفيديو تالاخير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله فاكتاخذوا الايناء ديالكم غادي نهرجس فيه اربعة ديال الحبات متع البيض ودائما كنصحكم سواء كنتو تخدموا حلوة ولا كيك ولا دي ما خرجوا البيض ديالكم من تلاجة قبل بواحد نصف ساعة هكا مزيان سوف يدرت ربع ديال البيضات زيت رشة ديال الملحة زيت كيس ديال الفانيليا وغادي نضيف كأس ونصف من السكر ما يعادل ٢٠ جرام عبرت بكأس نتاع الشاي كأس ساعة العنبة كأس ونصف ديال السكر كما قلتكم اني دايرة صينية حجم عائلي سوف يمكنك نضرب هذا البيض والسكر مزيان 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 سوى ضربتهم بها تضرب الكهربائي سوى بالمولينيكس سوى بتضرب اليداوية بالفوية عادية المهم انكم شحل ما ضربتوا البيض والسكر حتى يتغير اللون ديالهم للأبيض شحل ما كده الكيكا ديالكم خفيفة ومهوية اكتر كما ركو تشوفوا الخالط والا ديال اللون دياله أبيض زيت عليه كأس ونصف ديال الزيت نفس الكاس اللي عبرنا بسكر عبرو به كأس ونص زيت وغادي نضيف عليه جوج علب ديال ياغورت الفانيليا جوج علب ديال ياغورت الفانيليا كما قلت لكم نصف هاد المقادير اللي ديالهم فصينية القدر ديالها ستة وعشرين سنتيم غادي نكتوب لكم المقادير ديالهم مضبوطة في صندوق الوصف سافي ادمجت هادك الزيت والياغورت مع المكونات الاخرى وخلط كيما را كتوفو مزيان مزيان بالنسبة للدقيق حبيباتي فكذلك عبرت لكم غادي نحتاجو لـ 350 جرام ديال الدقيق 350 جرام مع يعادل 3 ديال كيسان ونصف بالنسبة للدقيق بلا ما نوصيكم البناس دي ما غرب له وغادي نحتاجو لـ 3 ديال الاكياس ديال الخميرة ديال الحلوة كل كيس كيوزن 7 ديال لقرامات 3 اكياس خميرة كل كيس 7 ديال لقرامات كتضيفو الدقيق تدريجيا شوية بشوية ما تخويو شتيك 350 قطره واحدة شوية بشوية وانتو ما كدمجو في المكونات حتى كتحصلوا على الخالد ديال لكم ماشي تقيل بزاف وماشي خفيف كيما را كتشفو استعملت الدراب اليدوي باش نعرف القوام سوفي هذا هو القوام اللي قد تحصلوا عليه دركيا غدي محين وجود صينية انا استعملت صينية مستطيلة كيما را كتشفو دهنتها بالزبدار الشيتها بالفارينة وغادي نزل الخالد بالنسبة للفران شعلت له كيس خن عندي غير فرن الغاز ما نقدرش نقول لكم درجات الحرارة شعلت الفران ديالي كيس خن غدي نوزع هاد الخالد وما غديش ندخل له الفران حتى نصوب له الطبقة اللي من الفوق دياله مهم را كنت تتبعوا معي الفيديو الفران را يسخن هاد الصينية غدي نقدها اكا وغدي نحطها غي على جانب صافي قديتها نحطها على جانب مشون وجودو الطبقة اللي غدي جي من الفوق هنا الطبقة غدي تكون عبارة على جوج حبات ديال التفاح شديد التفاح قشرتو حيط القشرة حيطلو دك الوسطة دياله وشديد الحكاكة وبيديتك نحكيها كافي الحكاكة الغلاثة هاد شي واضح قولنا جوج ديال التفاحات بالنسبة لها التفاح ما غدي نضيفوها هكا بوحدو اكيد غدي نضيف عليه مكونات اللي غدي تنسمح وكيجي زوين نكمل بعضها نحكه طريقة زوين البنات وكدي واحد طبقة اللي جديدة من الفوق ديالها هاكا كتحكوه كامل من بعد غدي تضيفو علي شوية ديال القرفة بالنسبة للجوج تفاحات انا اضفت واحد مسمعي القصغيرة ديال القرفة بودرة غدي نضيف تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال السكر حبيبة طريقة هكا ديال السكر كان ديالها من الفوق باش كيتكرمن لنا هادك التفاح وغدي نضيف يلا عندكم اي نوع من المكسارات انا اضفت شوية نتاع اللوز مهرمش اللوز محمر ومهرمش يلا عندكم الفول السوداني تهوه تحمره وتهرمشوه اي نوع من المكسارات باش تكون لنا شي حاجة اللي مقرمشها لي كخوكم وممكن تستغنو عليهم تكتفيوا بالتفاح والسكر والقرفة خلطهم مع بعض اياتهم هكا هنا في هذه الحالة تقدروا تشدوها على الطبقة هكا مباشرة وتحطوها فوق الكيك انا الا هاد ندير لول طبقة من الكريم باتيسير سبق لي شاركتكم الطريقة ديالها في المنزلة اللو بغيتوا تحضروها هاد نحط لكم الرابط في صندق الوسف وتقدرو تحضروها هذي اللي كتكون جاهزة اللي كتكون بودرة وكتزيدوها مع الحليب وكتكون جاهزة المهم كتتحتاجو الكريم باتيسير بهذا الشكل هاده كما راكو تشوفو هذي المقدار ديال نصي تروح لي سوفي كان شدنا هاد الكريم باتيسير كان برتها في واحد لابوش من الاحسن باش كيعونكم في الخدمة او لا في بلاستيكا كغدائي وكتدرو في واحد قيبة وكتوزعو ديال كريم باتيسير كطبقة من فوق طبقة الكيك بهذا الشكل هاده كما قلتكم تقدرو تصغنعوا هاد الخطوة تحطو داك تفاح مباشرة فوق الكيكة انا قلت لا ندير طبقة نتع الكريم باتيسير باش كتجيكم غنية اكتر جيك الحاجة اللي واعرة البنات ما كتجي لنا شفاء لا تشي حاجة كاركو تشوفو بها الطريقة وزعتها كاملة هاد غادي نشدها داك تفاح اللي نسمناه هاد غادي نديره كطبقة تالتة من الفوق درنا طبقة ديال الكيك فوقها باكريم باتيسير فوقها تفاح درك هاد غادي ندخل الكيكة ديال نطيب الى نار مهيلة على الحد ديالها حتى كتطلع الكيكة وكتبلكم حمارة من الجوانب عاد كتشعلو لها من الفوق ديالها شوية كيتحمر هادك التفاح من الفوق كيولي اللون دياله في البني غامق يعني صافي عاد كتخرجوها من الفران كتحصلو عليها بهاد الشكل هادا كي راكو تشوفو الكيكة طابت تحمرت من الجوانب اطوعت ومن الفوق تحمرنا هادك التفاح كي راكو تشوفو صافي ودركي كتقطعوها كتخليوها كتبرت شوية وكتقطعوها كجي رائعة لبناء شوفو الكيكة في تقطعها ديالها كجي خفيفة شوما الى كنتو دارين صانية دائرية تقدروا تقطعوها المثلتات يعني انتو ما كتحكموا انا قطعتها المربعات بهاد الشكل هادا وسوف تصاوبوها لديوف جايينكم لوليداتكم في القوتي اهم حاجة انها كجي هائلة كجي كي ما قلتلكم خفيفة ومهوية وكجي غانية من ذلك الطبقات اللي درنا لها يعني من كيكة عادية قدرنا نخرجو واحد الكيكة اللي غانية ومختلفة واكيد بنينا فان شاء الله هتنال اعجاب ديالكم وتجربوها بالطريقة ديالي ما غدش ننساكم غد نحط لكم نصف المقادر في صندوق الوصف كي ما وعدتكم معليكم الى عجبتكم هاد الكيكة خليوا لي واحد جين باش نعرف انها عجبتكم بارتاجي والفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي متنسونيش بتعليقتكم وكلامكم طيب حبيباتي معلي يا غير نقولكم خليتكم على خير نتلقوا في الفيديو القادم والوصفة القادمة ان شاء الله ودائما معاتي والصفة سحية لكم حبيباتي مع السلام